طيب عندنا وقت الخش في الاخبار التانية يا جماعة طيب طيب ناخد خبر معنا كمان عندنا نجمة مصر سمر حمزة تتوج بزهبية بطولة الجائزة الكبرى سمر حمزة افتكروا الاسم ده كويش دي صورتها اللي لابسة طبعا ابيض سمر حمزة لعبة منتخب مصر المصرعة ونجم نادي المؤسسة العسكرية ادرت انها تفوز بالمديلة الزهبية في بطولة الجائزة الكبرى واللي اتلاعبت في روسيا في الفترة من 27 والحد 30 مايو اللي احنا فيه سمر كسبت في النهائي بطلة روسيا وقدمت مستوى مميز جدا في منافسات وزن تحت 76 كيلو جرام سمر في طريقة للنهائي كانت فازت على بطلة روسيا وصاحبة برونزية اولمبيات ريو دي جينيرو اللي فاتت سمر اهلية اولمبيات توكيو اللي جاية بعد ما فازت بتفسيات افريقية واللي اتلاعبت في تونس في شهر اربعة اللي فات سمر حمزة خليكوا فاكريني الاسم ده كويس جدا سمر حزمة حمزة احد المرشحات وبقوة لمديليا في الولمبيات خليني يعني احنا هدفنا او اللي احنا بلتمنى كلنا في مصر ان احنا نكسر حاجز الخمس مديليات الولمبيات يمكن ده اكتر عدد حققناه في اي بطلة سابقة سمر حمزة وغير 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 ونتمنى لهم التوفيق في الولمبيات توكيو اللي بالكم الولمبيات دي ليها ظروف خاصة ان هي جات مفوقة تتلاعب السنة اللي فاتت وتأجلت تقريبا كرابة سنة مش كرابة سنة تأجلت سنة فطبعا السنة دي يعني بلاد بتروح وبلاد تيجي وابطال بتروح وابطال بتيجي فطبعا السنة دي ممكن تبقى حاجة كويسة دينا وحاجة وحشة ما نعرفش هتبقى ايه كويسة ولا وحشة ولكن بعد انطلاق الولمبيات وبداية المنافسات هنعرف اذا كان دا لصالحنا ولا ما كانش لصالحنا بس ان شاء الله يكون صالحنا لان الحقيقة في الفترة دي قدرت بطولات كتيرة جدا تتنظم على الارض مصر واعملنا احتكاج كويس وبعد البطولات المحلية رجعت فان شاء الله يكون صالحنا دي رؤيتنا